بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وشلونكم عزينا طلبة الصف الثالث العدد يا رب ان شاء الله تكونون بألف خير ان شاء الله اليوم نشرح ادوات الربط طبعا وصلنا للوين والانت احنا سبق وشرحنا الوايل والاز وان شاء الله راح نجي على الوين والان طبعا احنا ذكرنا سابقا انه ادوات الربط نستخدمها حتى نربط بين جملتين اللي هي جملة زمن الماضي البسيط وجملة الماضي المستمر و احنا سابقا نزلنا شرح عن الماضي المستمر والماضي البسيط كأزمنة الآن الوين طبعا اللي معناتها عندما والو اللي معناتها العفو الاند اللي معناتها هو راح نستخدمهم للربط بين جملة الماضي المستمر وجملة الماضي البسيط طبعا الوين والوائل إذا جوا بداية جملة طبعا الوين فقط يمكن أن تستخدم في بداية الجملة هاي ممكن نستجلها ملاحظة عدوات الربط اللي هي الوين والاند فقط الوين تستخدم في بداية الجملة الاند فقط في النصف اوكي في المنتصف بينما الوين راح تكون في بداية الجملة وذا جدت في بداية الجملة طبعا الجملة اللي تجي بعدها هي جملة زمن الماضي البسيط ايسجلها دائما الوين والاند دائما الجملة اللي وراهم تحلهم بزمن الماضي البسيط دائما اوكي فيجوني بالبداية الوين راح يجب عليها جملة زمن الماضي البسيط وبعدين عندي كومة هالكومة مهمة وعليها بالتصحيح درجة وبعدين عندك جملة بزمن الماضي المستمر. ربعاً هسا راح نيجي نأخذ الأمثلة وإن شاء الله توضح الصورة إذا جدت الmana والان في البداية طبعاً اللي بعدهم دائماً جملة بزمن الماضي المستمر العفو البسيط هاي كلها بعدهم دائماً جملة بزمن الماضي البسيط. اللي قابلهم راح تكون جملة بزمن الماضي المستمر أوكي راح نجد نشوف هذه الأسئلة الوزارية اللي تكررت بسنوات سابقة طبعا الجملة الأولى تقول I clean يطلب من عندي طبعا كل فعل بين قوسين لازم أصححها I clean the room and I find money الآن أجي على الدليل الماتي اللي هو الاند الاند جاية في منتصف جملتين جاية في منتصف جملتين هناك جاية فاللي بعد هالجملة اش راح تكون بزمن الماضي البسيط وان الجملة اللي بعدها كل هالجملة بعد اند فهذه الجملة ستحل مثل ما ذكرنا سابقا اللي بعدها دائما جملة بزمن الماضي البسيط الآن حدد الزمن هنا كل زمن عندي بي ثلاث حالات بحالة إثبات ونفي والاستفهام هاي الجملة راح أحلها بحالة الإثبات لو النفي لو الاستفهام راح أحلها بحالة الإثبات ليش لأن أول شي هي مو جملة منفية لأن ما بيهنات ولا جملة استفهامية لأن ماكو نهاية علامة استفهام وأصلاً ما بادية بأعدات استفهام بادية بالضمير i اللي هو الفاعل مالته فالجملة بحالة الإثبات بزمن الماضي البسيط شن القاعدة مالتها أرجع أتذكرها اللي هو الفاعل الـ subject زائداً فعل نضيف لـ ed يعني نحول الماضي أو شاذ زائداً التكبير فأنا مطلوبة عندي جملة كاملة فقط أصحح الفعل الفايند هذا فعل شاذ الفايند فعل شاذ شن الصح ماتها حتى حول الماضي رح يصير found كلش مهم طبعاً هذا الفعل مطلوب من عدكم هذه الأفعال إذن الجملة اللي بعدها بزمن الماضي البسيط حسب القاعدة نفس ما مشين هنا زين اللي قبل هالشوان جملة رح تنحلها رح تنحلها بزمن الماضي المستمر فالـ i أهمين بالماضي المستمر وبحالة الإثبات الـ i تأخذ was lower تأخذ was يعني مفرد الـ clean أحولها ing فقط أضيف الـ ing صير cleaning فقط هاي جملة حصلت درجة عليها أوكي جيت على الـ and لقيتها بالوسط بين جبلتين فقلت اللي بعدها حسب القاعدة جملة بزمن الماضي البسيط حليتها وصححت الفعل واللي قبلها رح يكون جملة بزمن الماضي المستمر تمام نجي على الجملة الثانية طبعاً جملة الثانية تقول she read أوكي she read when you come عند الـ when أداة ربط أوكي الـ when إذا تجي من نفس هذه جملة اللي قابلها فالجملة هذه اللي بعدها رح تكون جملة الزمن ماضي بسيط لأن قلنا دائماً بعد الـ when والـ and رح تجيني جملة الزمن ماضي بسيط اللي قابلها رح تكون جملة ماضي مستمر أريدكم تحلون هذه الجملة وتكتبوني إياها بالتعليقات نجي على الجملة الثالثة تقول when she called me I watch TV عندنا الـ when هو الدليل ماتي جاي ببداية الجملة إذن هذه الجملة البعد وين بيال زمن دائماً الجملة اللي بعد وين والآن انحلها بزمن الماضي البسيط ففقط رح أصحح الفعل لأنها جملة مثبتة والفعل رح يصير called حوله للماضي الجملة الثانية طبعاً هنا عندي كومة رح تحل في زمن الماضي المستمر أوكي أوتوماتيكياً فالآي تأخذ was والwatch نضيف لها ing رح أصير watching تمام هذا الحل ليش حلينا؟ لأن الجملة اللي أولى كان بزمن الماضي البسيط عرفناها لأن مسبوقة بالوين الوين هي نعتبرها محدد يعني تحدد أن اللي بعدها جملة الزمن الماضي بسيط والجملة الثانية رح تكون جملة الزمن الماضي مستمر ترجمة نانسي قنقر